مصير مختلف المناطق الرئيسية في سوريا بات رهينة للتفاهمات بين القوى الدولية والإقليمية الفاعلة في المشهد ولا تزال المفاوضات بين تركيا وروسيا والولايات المتحدة جارية لحسم مصير مدينة تنرفعة في ريف حلب الشمالي ومدينة منبج في ريف حلب الشرقي وقد أثمرت التفاهمات التركية الروسية عن انسحاب قوات النظام السوري من مدينة تنرفعة على أن يتم تسليم المدينة قريبا إلى أهلها بانتظار أن تحسم التفاهمات التركية الأمريكية خلال اجتماع يُعقد بين وزير الخارجية التركي مولود جويش أوغلو ونظيره الأمريكي مايك بومبيو اليوم في واشنطن مصير مدينة منبج التي تسيطر عليها ميليشيا سوريا الديمقراطية وفي السياق نفسه أفادت مصادر صحفية بأن عناصر وضباط القوات الإيرانية والقوى الموالية لها انسحبوا من منطقة تنرفعة ومحيطها بعد خلافات مع روسيا حول مشاورات روسية تركية لتسليم المنطقة إلى القوات التركية والمعارضة السورية مقابل انسحاب فصائل المعارضة من مثلث غرب جسر الشغور سهل الغاب ريف اللاذقية الشمالي الشرقي وفي سياق هذه التفاهمات ذكرت المصادر أن ميليشيا حماية الشعب الكردية بدأت في الأيام القليلة الماضية الانسحاب بشكل تدريجي من المواقع القليلة التي تبقت لها في ريف حلب الشمالي كما يكتسي الاجتماع الثلاثي المزمع عقده الأسبوع الجاري على مستوى نواب وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة وروسيا والأردن حول سوريا أهمية استثنائية في ظل الغموض الذي يلف مصير المفاوضات بخصوص منطقة الجنوب وترى تل أبيب أن أي وجود إيراني في سوريا يشكل تهديدا كبيرا على أمنها القومي فيما تضع الإدارة الأمريكية الحالية في صلب أولوياتها احتواء الوجود الإيراني في المنطقة وخاصة في سوريا لأن بقاء طهران هناك لا يستهدف شركاءها فقط بل يستهدف أيضا مصالحها بشكل مباشر